بعد خمسين سنة النهاردة بنقول ان هذه الحرب حقات اهداف كتيران واحد ان مصر هي الدولة الوحيدة التي استعادت ارضها بالكامل سينة مش نقصة شابر واحد بعكس الجولان والضفة الغربية تحت الحكم الاسرائيلي اثنين ان القوات المسلحة المصرية استعادت كرامتها واصبحت قوة عسكرية لا يستهب بها ثلاثة ان القوات المسلحة المصرية بناء على الخبرة اللي اخذتها في هذه الحرب النهاردة جميع الدول في العالم بتيجي تقول انا عايز اتدرب معك تدريب مشترك لان الصاحب اكبر خبرة عسكرية رقم اربعة ان هذه الحرب وما قدمته القوات المصرية غيرت مفاهيم كتير في العالم عسكرية انها اقدر الحرب الروسية والاوكرانية دخل على السنتين غيرت ايه في العالم حاجة واحدة بدل ضربة جواية بقى ضربة صاروخية لكن تعال انت بقى في الحرب الاكتوبر غيرت خمس حاجات غيرت مفاهيم العالم كله واحد لم يعد يصنع طراض ولا مدمرة بعد ما دمرت الات قدام برسايد اتنين غيرت الدفاع المتحرك الاسرائيلي وحلف النات وبالك اتلغى وبقى الدفاع الناشط للمصريين غيره حتى مفاهيم جديدة اذا انت بحرب اكتوبر خلت القوات المسلحة المصرية عظيمة قوية العالم كله بيخطب بودها واصبحنا لنا ثقل في القوى العسكرية في العالم قبل الحرب كنا احنا سنة ونص بندرس في اركان حرب طلبة كلية الحرب الدورة خمسة عشرين وكان الدورة من اكبر الدورات كان فيها مثلا معايا اللي هو عمر سلمان اللي ارحمه كان طالب في الدورة قبل الحرب بعشرة ايام فجئنا مدير الكولية بقوله حتتخرجوا يوم الخميس عشان في حرب ولذلك احنا الدورة الوحيدة في الكلية التي ليست تنى صور التخرج اي دورة بتتخرج بيجي لوزير ورئيس الاركان والمدير ونصطف وراء احنا كان في حرب ما حدش فاضي يجي يخرجنا ولذلك الصورة بتاعتنا اللي موجودة هناك عبارة عن الصور الصغيرة جنب بعض كده يبحث مع الشرطة لموها المية وخمسين واحد اتخرجنا يوم الخميس كل واحد خد جوابه ويوم الخميس يسلم نفسه وحدته الجديدة انا في الوقت الاول على الدورة دي كنت برضو من اصغر الزباط اللي في الدورة كان عمر سلمان عقيد وانا رائد فاي كافؤون يا روح فين فودوني هاية العمليات وهاية العمليات هي الكريمة بتاع القوات مسئلة احسن الزباط بيروحوا هاية العمليات يعني انا النظر بقول في كاريري خدمت مراتين في هاية العمليات فدي حاجة كبيرة هالاية رحت تانية من الصبح ومعايا الجواب وداخل هاية العمليات فالنائب قدمني اللي هو الجامسي كرئيس هاية العمليات فبصيلي كده قال لي ايه ده انت رائد ايه اللي جابك عندنا فطبعا لان اقل حاجة في هاية العمليات يا عقيد يا عميد يا ليه فالمهم انت ضميت لقيت العمليات مفيش خمس ست ايام وروحنا فتحنا غرفة العمليات اللي هنحارب بنا ودي حاجة وتلاتين متر تحت الارض لان اسرائيل عندها ناوي فلازم تبقى انت مجاهز نفسك لو اتضربت لو الغرفة دي ضاعت طب مين هيسيطر عالجيش اه العقل المدبر فبدأنا نفتح الغرفة فلما دخلنا الغرفة في غرفة القيادة الرئيسية اللي بيقعد فيها الرئيس السادات والجمسي و احمد اسماعيل والشازدي وتحتهم خريطة احنا ما كناش فتحنا قبل كده الغرفة دي فما كانش فيه زبط متعين طب مين يجيبوا مين فالجمسي قاله هاتوا الولد الصغير ده الجديد اللي جاننا النهار فدأ حظمنا عند ربنا انه قاعد الخريطة دي واحضر الحرب ببيت كامل بتاعت ستة اكتوبر وانا على الخريطة دي بعكس اي حد تاني يعني بقيت الزباط في حاجة اسمها المحاور برا الغرفة لكن انا الوحيد اللي عدت في الغرفة دي طول حرب اكتوبر من يوم ما بدأت لحد ما قفلنا المركز ورجعنا القيادة فعشان كده انا اعتقد ان ربنا كان بيحبيني وانتاني الحظ ان اشاهد حرب اكتوبر بالكامل من خلال غرفة العمليات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة